أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعدته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت حيث تأمل قداسته في مقابلته الأسبوعية بموضوع الصلاة في الشركة مع القديسين وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في موضوع الصلاة في الشركة مع القدسين قال قداسته عندما نصلي نحن لا نفعل ذلك بمفردنا أبدا في الصلوات التي نجدها في الكتاب المقدس والتي غالبا ما يتردد صداها في الليتورجية هناك أثر لقصص قديمة ولتحرر مذهل ولسب ونفي حزين ولعودة مؤثرة ولتسابيح قيلة أمام عجائب الخالق تولد الصلوات دائما في كل مرة نضم أيدينا ونفتح قلوبنا لله نجد أنفسنا بصحبة قدسين يصلون معنا ويتشفعون لنا ما زال القدسون هنا هم ليسوا بعيدين عننا وحضورهم في الكنائس يستذكر سحابة الشهود التي تحيط بنا دائما إنهم شهود يوجهون بطرق مختلفة إلى يسوع المسيح الرب والوسيط الوحيد بين الله والإنسان يقول التعليم المسيحي إن القدسين يعينون الله ويسبحونه ولا ينقطعون عن الاهتمام بمن تركوهم على الأرض وشفاعتهم هي أسمى خدمة لقصد الله فنستطيع لا بل علينا أن نصل إليهم لكي يشفعوا فينا وفي العالم كله لا ينتظروا القدسون سوى مدى يدي العوني لنا للحصول من الله على النعم التي نحتاجها بشدة والآن تحيط البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين لللغة العربية يطالقون على الأرض ويساعدك كل شيء ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر